أنا بزعل على بعضها ركزها ركزه يا أخوانا مشان ما يخطط على الكلام أنزعج كثيراً لما بيقول لك فلانا سافرت مع زوجها إلى أوروبا ما في مشكلة الله أعلم بظروف العباد لكن هناك مباشرة تركت زوجها طالبت أن تفترق عنه تمام؟ فنحن لا بد أن بواعث الهجرة يا أيها الكرام بالنسبة للصحابة شو كانت تحلف المرأة؟ والله ما خرجت إلا حباً لله ورسوله نحن ليش عم نخرج؟ نحن ليش؟ لماذا نخرج؟ أنا ما عم أتكلم عن المضطر أنا أعيش ما نعيش جميعاً من صعوبة الظروف وقسوة المعيشة لكن يجب على الإنسان أن يبحث عن بواعث الهجرة لذلك القرآن الكريم سبحان الله العظيم القرآن الكريم يا أيها الكرام لما بيذكروا الهجرة دائماً قال يذكروا الغاية من الهجرة ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعى ومن يخرج من بيته مهاجراً لمين؟ إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله فالله يذكر الغاية من الهجرة الله والرسول والله إذا كانت هجرتك إلى أي بلد بالعالم من أجل الله والرسول فهاجر أما إذا أنت والله يعايش بالحد الأدنى أنا أقول لكم وقعت على نماذج كثيرة من الأخوة المسلمين يغادرون من أجل طلب العيش وأنا ذكرت لكم سابقاً بجزء البعض وجهة نظر أنا لا ألزمكم بها أنا لا أخرج أبداً من دمشق إلا أن أموت من الجوع أو داعياً إلى الله عز وجل أنا لا أترك دمشق لا أترك الشام يا أهل الشام اعرفوا قدر هذه الأرض المباركة الذي لا يعرف قدرها الله معه يسافر على أوروبا أول ما توصل دغري بيعطوك بيت وبيعطوك مرتب جيد لكن الشيء الذي ستفقده هنا لن تجده هناك هناك نعم في احترام أكثر وهناك صحيح هذا الكلام يعني في دنيا جيدة لكن بس نحن نسافر من أجل الدنيا أين الله في الموضوع أين الدين في الموضوع أين أولادنا في الموضوع أين أسرنا في الموضوع بأكدها شام وحد يتقول عليه هذه وجهة نظر أنا لا أخرج من هذه الأرض المباركة وجلوسي في دمشق تديناً حتى أبقى حاملاً لدعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معلماً للناس الدين معلماً للناس العقيدة معلماً للناس الأحكام هذه وظيفتنا أما والله كلنا يلا أطلعوا أطلعوا من دمشق أطلعوا من دمشق أطلعوا من دمشق هاجروا إلى أوروبا طيب هاجرت شو سويت؟ الله وكلكم يا أخواننا وأنا ممن ابتلي أقاربه بالهجرة أختي تعيش في ألمانيا وألي أقارب في أوروبا أكل وشرب ونوم فقط حياة مادية جامدة لا قيمة لها بس الجانب المادي هم مرتاحون طبعاً أنا لا أقلل من الجانب المادي لكن نرتاحوا من الجانب المادي أما الجانب التربوي يشكون كثيراً من المدارس من سوء التربية من الحرية المطلقة يا أخي نحن نعيش الآن نعيش نحن في بلد مسلمة الأخذ تستحي من أخيها الزوج تستحي منه زوجته هناك لا أول ما وصلت المرأة قالت له إذا تكلمت كلمة بجيب لك الشرطة الألمانية وهذا فراق بيني وبينك ولا يستطيع أن يتكلم